حادث مأساوي شهدته تونس عندما انقلبت حافلة سياحية في بلدة عمدون بشمال البلاد مما أسفر عن مقتل 24 تونسيا على الأقل حسب ما قالت وزارة الصحة وكانت ضحايا في طريق عودته من رحلة طرفيهية يوم الأحد وقال مسؤولون إن الحافلة كانت تقل 43 شخصا وهذا أحد أسوأ حوادث الطرق التي تشهدها تونس في السنوات الأخيرة وبحسب وزارة الداخلية فإن الحافلة انحرفت عن طريق متعرج بعد فشل السائق في المناورة وتحطمت في واد ووصل الرئيس قيسعيد مع رئيس الوزراء يوسف الشاهد إلى مكان الحادث بشمال غرب البلاد الذي يستقبل أعدادا كبيرة من الزوار رغم سوء حالة البنية التحتية